ربّي معاك أنا ما بخافشي ماسك إيديها وانا بمشي وفي كل ظروفي ما نستشي ديانك صارة وانا ما تنعشي ربّي معاك ربّي معاك ربّي معاك أنا ما بخافشي أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المشاهدين فحلقة من حلقتنا الأسبوعية قلوب لا تخاف والنهاردة بنعمة الله هنكمل الحلقة اللي فاتت اللي ابتديناها وقلنا صابرين في الضيق النهاردة هنكمل ونقول فرحين فرقاء موظبين على الصلاة والآية دي جات في رمية اتناشر اتناشر بيقول كده فرحين فرقاء صابرين في الضيق موظبين على الصلاة فرحين فرقاء صابرين في الضيق موظبين على الصلاة وقبل ما ابتدي فارحين في الضيق هلخص اللي قلنا المرة اللي فاتت بسرعة عشان نتابع اللي احنا هنكمله بنعمة المسيح النهاردة تكلمنا عن صابرين في الضيق وكان فيه قدامنا كذا سؤال وقلنا من اين يأتي الضيق وقلنا انه بيجي من جهة متوقعة وجهة غير متوقعة بيجي من الداخل وبيجي من الخارج وماذا يصنع فيه الضيق وقد ايه بيتعبني واتكلمنا اين هو الله من ضيقتي ربنا فين من الضيق بتاعي ونتائج الضيق وتأثيره علي قد يبقى صعب لكن بيكون الله جنبي اقرب مما اتخيل واخر حية قلناها كيف اهرب من الضيق الى اين اهرب و الى من اهرب النهاردة هنتكلم على الجزء الثاني اللي هو فرحين فرجاء وبصلي ان الروح القدس يجي بروح فرح على كل واحد النهاردة متدايق على كل واحد تعبان على كل واحد متقلم من شيء ما طبعا اتكلمنا على ان الديق تعبني جدا الديق خلاني الف حوالي نفسي خلاني انهار اضغط وقلنا الاية اللي بتقول انحنيته الى الغاية اليوم كله ذهبته حزينا لما ديق بيحيد بيا ولما بتيجي ديقة معينة او لما بيجيني فكر معين بيضغطني وبيحنيني وبيضايقني وبانطوي على نفسي وبتدايق وبتعب ببقى عايز حل من الحلول عايز ازاي اوصل من هذا الديق الى الفرح الى الهدوء الى السلام اللي يملاني بروح القدس احبائي عشان اصل لدرجة اني ابتدي ارتاح شوية واخد نفسي واهدى لازم انادي على الايمان لازم انادي على الايمان ولما هنادي على الايمان سيأتي الايمان بالروح القدس الى قلبي وحيستحضر الايمان موعيدة الله الصادقة الامينة قدامي انا مش قادر اصلي لكن في الوقت اللي فيه بقول الرب انجدني تعال خلسني تعال ارحمني انا بقعد قدام الله صامت مش مهم ان انت تقعد تتكلم تتكلم ممكن تصلي وانت بقك مقفول بس قلبك بيتكلم قلبك بيناجع على ربنا وانت قاعد في صمت وانت مش لقي كلام تقوله وانت منحني الى الغاية والكلام رايح منك ولا حاجة جاية قدامك تقولها ربنا لكن مقفول تماما بيحصل كده بنكون مقفولين للغاية خليك ساكت وخليك صامت قدام الله بس خلي الايمان يفرمل مخك من التفكير قل له يا روح الله تعالى جوايا خلي مخي يقف شوية عشان اقدر اصلي عشان اقدر اتكلم معك وانا واسقى انه هيجيلك الروح القدس وحيقولك بصوت هادي حلو رقيق ما لك ها هنا يا الي ما لك ها هنا يا فلان ما لك ها هنا يا فلان ما لك وحيبتدي ينجين الروح القدس جوايا ويقولي لماذا انت منحنية فيا يا نفسي ولماذا تأنين تعالي ترجى الله تعالي تعالي ما لك ها هنا هتلاقي الصوت الهادي وحييجي الروح القدس ياخد كل الضغط بتاعك ويرفعه للآب فوق يوصل طلباتك لفوق ويقوله فلان غلبان مش قادر يتكلم مش عارف يصلي لكن جواه كذا وكذا وكذا وتعبان من كذا وكذا 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 ومش قادر يعلن ولا حاجة جماعة احيانا ما نعرفش نصلي للرب كما ينبغي لكن عارفين الروح القدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها احيانا كتير لما بقى تعبانة ومتدايقة بعض قدام الرب وفعلا بقوله وقف دماغي عن التفكير وفضل إن الانين ده ليه معاني كتيرة بياخدوا الروح القدس ويوصلوا فوق ويقولوا بتقني من كذا وبتقني من كذا وبتقني من كذا ومحتاجة كذا وكذا وكذا وبيعرف الرب لأنه وشايف الله يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها قبل أن تسألوا الرب شايف كل وضعي لكن لسبب ما أنا مريت في الزرف ده ربما الامتحان إيمان ربما التأديم على عسيان ربما الاختبار هل أنا بحب الرب فعلا من كل قلبي ولا لأ إلى آخره فالروح القدس بيوصل كل الانين اللي في داخلنا لله الأب فوق وبيشرحه للموقف كله حتى لو أنا مش قدرة أتكلم وهيهمس كوايا ويقولي ما تنحنش سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري صدق صدق أنه هو معك وأنه هيتمجد في المشكلة بتاعتك لما هلاقي الهمس بتاع روح القدس جوايا هتشجع ههدى شوية هلاقي فعلا زي فيه نار مولعة وإنت جاي بخارطوم مية تششش وجاي على النار جي كلها بيهدي وبيطف فيها وبتهدى أنا بيحصل معي كده وبلاقي نفسي هديت فمحضر الله حتى وانا صمت حتى وانا سكت خلص أبتدي أهدى أهدى شوية وابلع ريئي كده واستجمع نفسي والروح القدس عمالي يهمس جوايا والإيمان بيستجمع موعيد الله ويجيبها قصاد عنايا فببتدي أفوق وانتعش كده شوية وأهدى وبعدين بروح أقول له بقول له انت شايف ده شايف دي حياتي ده شايف كربزاتي ده شايف الضغوط اللي عليها مش محتاج أشرح لك تفاصيل انت عرفها كل أموري انت عرفها كل ظروفي انت كشفها يا رب زي ما بتقول الترنيمة فحاجة أقول له أفرج دقات قلبي من شدائدي أخرجني يا رب تعال أفرج دقاتك القلبي تعال طلعني من الشدة اللي أنا فيها مزمور 25-17 بحدش هيقدر يطلعني غيرك فكرت كتير انطويت على نفسي زي ما قلنا المرة اللي فاتت حزنت حاولت أحلها بنفسي حاولت أفكر كتير كتير وأوجد حل و 12 و 10 و المنفعش ده هينفع ده و المنفعش ده و كله بقى بالفشل لكن بقول له كمان من أجل اسمك يا رب تحيني عشان خطر اسمك تحيني بعدلك تخرج من الضيق نفسي تعال طلعني من الشدائد بتاعتي حيقول لي حاضر هيقول لي يا ابني أنا معكم كل الأيام أنا مش بتركك أنا جنبك أنا هعين ضعفاتك أنا هعدي بيك المحنة والأزمة اللي انت فيها دي هعديها معك أنا شايف كل دقات نفسك وحتراقف عليك كما يتراقف الآب على البنين بجد يا رب بجد صحيح يقول لي طبعا يقول لي ليس الله إنسان فيجذب يا ابني ولا ابن آدم فيندم هل يقول ولا يفعل هل يعد ولا يفي تصدق أن أنا أكون كده أقول له لا يا رب لا عمرك ما كنت كده ده السماء والأرض تزولان لكن حرف واحد من كلامك لا يزول حيقول لي يا إسرائيل لا تنسى مني يا فلان لا تنسى مني أوعد تفتكر أني نسيك أوعد تفتكر أني أنا مش واخد بلي منك لكن سريعا يطلق المنحني فأشعياء 51-14 ولا يموت في الجب أي في عمق الحزن ولا يعدم خبزه سريعا سيطلق المنحني الله الله على الآية دي الإنحنة بتاعي حيروح طبعا طبعا سريعا يطلق المنحني وما يفضلش في الجب بتاع الحزن بتاعه ومش هيعدم الخبز بتاعه آه الله أفرح بموعده اللي بيجيبها روح القدس بالإيمان لقلبي ولاقي فيه ابتسامة عريضة جات على وشي وأقول له يا رب منطقتني فرحا هاللويا أنت منطقتني يعني حزمتني بحزام الفرح سنتني في كل الديئة بتاعتي في مزمور 30-11 ومنطقتني فرحا بعد ما انحنيت إلى الغاية واليوم كله ذهبت حزينا آه بس تعالي عود قدامي تعالي عود قدامي وأنا ههدي من روعك وأنا هطفي النار اللي خيالك وتخيلاتك وزنونك واستنتجاتك جايبها لك أنا كله ده ههدي قدامي وحلمع قدامك موعيد الصدق والأمينة وحتقول منطقتني فرحا هتبتي تهدى وحيبتدي سلام الله يدخل جواك من خلال همس الروح القدوس اللي هيجي لك وهيجي لك وحتحس إنك شميت نفسك وهديت وابتديت تفرح بالرب وتنتظروا برجاء كامل ومنتظروا يا جماعة لا يخزون لأن منتظروا والرب بيجدد قوة هو بيجدد القوة فيهم يرفعون أجنحك النصور يمشون ولا يتعبون يركضون ولا يعيون دولا منتظرين الرب يفضلوا فرحين في الرجاء وبيصلوا ومنتظرين الرب بمنتهى الصبر وعارفين لما هيكون عندي فرح روح القدس وسلام الله الذي يفك العقل أنا طبيعي سأصبر في ذيك ده شيء أوتوماتيك لأني سلام الله مليني لأني ما وعيد الله لمع قدام عناية فحلاقي نفسي إن فيه دي أو قدام عناية لكن فيه صبر أنا متوقع بسكوت خلاصه أنا منتظره ومنتظره لا يخزون على الإطلاق حباقي النهاردة هنتعرض لأربع شخصيات كتابية اتضغطوا جدا دخلوا في ظروف صعبة انحنوا للغاية لكن كان عندهم صبر وكان عندهم رجاء وكانوا بيصلوا ورب أفرج ديقاتهم وأخرجهم إلى رحب لا حسر فيه هنتكلم على يوسف الصديق هنتكلم عن حنة أم سموئيل هنتكلم عن يهوشفات وحنتكلم عن القديسة المطوبة العذراء مريم كلها شخصيات معروفة لنا لكن الروح القدس حينهد بالتذكرة أزهنة ويحط نقط قدامك يقول لك فاكر فلان حصل معا ايه هيحصل معاك كده فاكر فلانا حصل معاها ايه فاكرة فلان فاكرة فلانا هيفكرك ويفكرك انه أحسن إلى كثيرين جدا في الكتاب المؤدس لكن الوقت مش هيسعفنا غير ان احنا نتطرق لأربع شخصيات فقط بسرعة هنتكلم عن يوسف صديق الشاب الرائع المبارك اللي كان لي ثقة في إلهه واللي تعلم المخافة في بيت أبيه يقول كده في تكوين تسعة واربعين اتنين وعشرين لاربع وعشرين يقول لي كلمات الحلوة دي تنبع عنه يعقوب وقال يوسف غصن شجرة مثمرة غصن شجرة مثمرة على عين على عين ماء يعني غصن شجرة بتثمر على عين مية يعني بترتوي أول بأول وتشرب أول بأول أغصان ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واتهدته أرباب السهام شجرة مثمرة طلعت أغصان كتيرة الأغصان دي كانت متسلقة على حائط عالي جدا لكن جات سهام أرباب السهام يعني أقوى سهام سهام مبرية حمية مررته واتهدته ورمته أرباب السهام لكن يقول ولكن ثبتت بمتانة انقوصه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب لكن الرب كان سنده أوي كان متشدد بالرب أوي كان واثق في الرب أوي ورب أحسن إلي أوي من يدي عزيز يعقوب آه الله اللي دايما كان يقول له أنا إله أبيك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان بيشجعه بسذ مرار يقول عنه في مزمور مية وخمسة سبعتاشر لتسعتاشر أرسل أمامهم رجلا اللي مر فيه يوسف ده كان امتحان وتجهيز وإعداد للمملكة اللي هيبقى مسؤول عنها بعد فرعون كان امتحان وتجهيز آه ما كانش ينفع ياخده من بيت أبوه الطفل المدلل علشان يدير أكبر مملكة في العالم في شعب مصر ما كانش ينفع كان لازم تشكيل وإعداده وده اللي بيعمله معنا الرب بيشكلنا بيعدنا فعلا بيدخلنا في ديقاط بيدخلنا في ضغوط شديدة وبعدين بيطلعنا لرحب لحسرة فيه وبعد التشكيل بيستخدمنا وبيبركنا وبتمجد في حياتنا مش داله بيحصل داله بيحصل فبيقول في مصمور 105 أرسل أمامهم رجلا الرب كان عارف إن في مجاعة جاية على الأرض بيع يوسف عبد آذوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه إلى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه في الحديد دخلت نفسه يا كلمة صعبة لكن كثيرين في الأيام دي أحبائي نفوسهم محبوسة في أفص من حديد قد تكون في سجن المرض قد تكون في مرض شديد جدا لا تستطيع احتماله قد تكون في ضائقة مادية قد تكون في اضطهاد في العمل في الشغل فأي مكان تشعر بالاضطهاد وإن الناس مش قبلك ومرفوض من الجميع في الحديد دخلت نفسك محبوس؟ أنا مسجون جوى المرض أنا مسجون جوى المشاكل أنا مسجون جوى الاحتياج الشديد جدا أنا مسجون جوى الخيانة اللي شايفها من اللي حوالي مش عارف أعمل إيه رب هيفوك سجنك النهاردة في اسم الرب يسوع تعالى وهدي نفسك قدامه تعالى وخلي الروح القدسيجي على حياتك تعالى واختبر خلاصه العجيب واختبر محبته العظيمة الذي لم يشفق على ابنه بل بزله لأجلنا أجمعين كيفا بحط ميت خط تحت كلمة كيفا لا يهبنا معه أيضا كل شيء كل شيء ده قدم لنا الغالي قوي 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 مش حيجي على الرخيص قوي قوي اللي معنا واللي بنمر فيه طبعا حيجي طبعا لكن يقول لك قول الرب امتحنه رب دخله في امتحان قال له تعالى انت شاب رائع هدخلك في كام امتحان كده صعبين شوية وان كانت الظروف دي كانت من ضمن الديقات الغير متوقعة اللي صدمت يوسف لكن عمره ما تكلم على اخواته كلمة سلبية لما كان في السجن كان بيقول للزميله انا سرقت من ارض العبرانيين انا تسرقت ما معناه فيه ناس خدوني وخطفوني وبعوني ولا كلمة سلبية قالها اخواته كان قلبه حلو كان قلبه حلو يوسف معنى اسمه يزيد يعني انا هزودك رفق زمان لما ولدته قالت يزيد اني الرب بطفل اخر بابن اخر وكان بيزيد في النعمة يوم ورا يوم بالرغم من الديقاط والسهام اللي مررته طول الفترة اللي كان فيها خارج بيت ابي لكن ثبتت بمتانة قوسه من يدي عزيزي عقوب اللي سنده باللقواه وعاش في النصرة بالرغم من انه كان مطحون عاش في الارتفاع لحد ما الرب وصله المملكة ليك المجد يا رب ليك المجد عاش يوسف مية وعشرين سنة ربنا بركه جدا ربنا استخدمه جدا كان سبب بركة الناس كتيرة من حوله اكيد كان صورة حية في مملكة فرعون كما كان صورة حية في بيت فوتيبوك ورفض الخطيئة وكما كان صورة حية في السجن كان صورة حية هناك في كل مكان يا يوسف مفيش كتاب مؤدس في ايدك انا لما بفكر في شخصية يوسف بقول ايه ده طب ده احنا اللي بيشكل حياتنا كلمة الله البطرون الحلو اللي بنصبط حياتنا عليه طب يا ابني انت كنت بتتشكل ازاي المخافة اللي كانت في قلبك دي اديتك ثبات ازاي كان بيحب الله قوي كان بيحب ربنا جدا كان على قلبه انه ما يغضبش الله ابدا لكن يكون امين الى النهاية والله العظيم اللي قال حاش لي اني اكرم الذين يكرموني اما الذين يحتقروني ويصغرون اكرموا واكرموا الى النهاية صاحب القميص الملون اخواته بعولي الاسماعليين بعشرين من الفضة وهو يشبه الرب يسوع فحاجات كتيرة جدا في اوجه شبه كبيرة بينه وبين المسيح ذهب الى بيت فوتيفار القي في السجن فكل هذا لم يخطئ يوسف لكن كان يخاف الله في السر والعلن لذلك اكرمه الله واعطاه نعمة في عنين فرعون ودخل المملكة من اوسع الابواب اقدر اقول عن شخصية يوسف كلمتين اتنين اتعصر ثم انتصر اتعصر اتعصر اوي في الضيقات في المشاكل في الضغوط في الافتراء اتعصر في الظلم اتعصر قول الرب امتحنه لكن خرج اكثر بريقا مما كان عليه في بيت ابيه قد تكون الان في حالة اعتصار الظروف بتعصرك ثق وتأكد ان الاله اللي كان مع يوسف حين اتعصر من التجارب لكنه انتصر في النهاية كان فرحان كان فرحان طبعا قال له منطقتني فرحا طبعا كان فرح في الرجاء المبارك طبعا عوض الرب صبره خير بكل تأكيد عوض صبره خير اعطى نصرة غير عادية بقى بيأكل الشعوب ده له حكمة كشف له امور كثيرة يا رب ما امجدك ما امجدك وانت لا تمنع خيرا عن السالكين بالكمال ما امجدك يا رب لكن احبائي سانتقل الى الشخصية الثانية وهي شخصية حنة ام سموئيل حنة وزوجها القانة كانت تذهب معه الى الهيكل كل سنة ليتعبدوا للرب في خيمة الاجتماع وكانت عقرا ليس لها اطفال وكانت مرة النفس لان القانة تزوج بامرأة اخرى حيث كان متاح في ذلك الوقت وكانت ضريتها بتعيرها اسمها فننة دي بتعيرها عندها اولاد لانها عاقر فذهبت الى الهيكل وصلت وانتحبت وصرخت الى الرب وقعت له يا رب لو اديتني زرع بشر لو اديتني طفل حكرسه لك منه هو طفل حرده لك تاني عشان يبقى خادم لك كل ايام الحياة حخليه نذير للرب وحبعته لك تاني كانت بتصلي من غير صوت بس شفيفها بتتحرك دموعها نزلة قلبها بيصرخ متألمة جدا مرة النفس عندها ديقة جديدة فوهي بتصلي في سامويل اول واحد خمستاشر عالي الكاهن مر عليها قال لها انزعي خمرك عنك انتي سكرانة ولا ايه ايه اللي انتي بتعمليه ده هو مش متعود يلاقي ناس بتصلي ودموعها نزلة وبتصرخ للرب من كل قلبها حتى لو بصوت وطي اوي بتحرك شفيفها فقالت له الكلام ده اجابة حنة وقالت لا يا سيدي اني امرأة حزينة الروح ولم اشرب خمرا ولا مسكرا بل اسكب نفسي امام الرب الله عايك المدي عايزة واقفة كبيرة ولا بسكب نفسي قدام الرب انا بجي تزلل لعله يرضى ويعطيني ما ارجوه كلام ده هزو كلام ده فرق معا جدا فرد عليها في عدد سبعتاشر وطمانتاشر من سمويل الاول اصحاح الاول برضو وقال لها اذهبي بسلام والله اسرائيل يعطيكي سؤلك الذي سألتي من لدنها قال لها اذهبي بسلام والرب هيديكي سؤل قلبك يا بنتي ادم بتسكبي قلبك امام الله حبائي محتاجين جدا ان احنا لما نيجي قدام الرب واحدة مرة قالتلي لما باجي قدام الرب بسرح وبعرفش اصلي واصلي كلمتين وافكر في اموري وفي الظروفي وفي اللخبطة اللي انا فيها محتاجين نسكب قلوبنا امام الله ما نحطش راسنا على البنك كده ونيجي نصلي ونوطي راسنا ونروح في وادي تاني ونلعب في التليفونات انا بشوف للأسف ناس بيعملوا كده في فترة الصلة يكونوا بيبصع تليفون شيء زعل وعدم احترام كامل لحضور الاله الحي داخل الجنيسة لكن رب يعلمنا نحن في محضره في بيته خارج بيته في اي مكان حينما نصلي نسكب قلوبنا نحترم صاحب المكان نحترم الاله اللي احنا واقفين قدامه حتى في بيوتنا وبنصلي نكون بنحترم حضوره واحنا بنطالب انه يبركنا واحنا بنطالب انه يفك ديئتنا واحنا بنطالب انه يخرج من الحبس نفوسنا ومن الحديد نفوسنا لازم نعمل كده جماعة لازم نحترم حضور الرب في اي مكان عشان الرب يقدر ان احنا موجودين معاه بالروح والحق لان الله روح والساجدين له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا عايز تسجد قدام ربنا يبقى تسجد بالروح والحق مش عايز بلاش مش مشكلة لكن لما تيجي قدامه لازم تحترم حضوره في المكان اللي انت فيه فقال لها ربنا يديك اله اسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألتينه من لدن اذهبي بسلام وإله اسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألتينه من لدن يقول ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت كانت مش راديا تاكل وكان دايما ألقانا يقول لها ما تكلي وهي مرة النفس تقول ماليش نفس يقول لها مش أنا أفضل ليك من عشر بنين وانا مش كفاية عليك لكن كان نفسها في أطفال حقها حقها في الحياة ولم يكن وجهها مكمدا بعد ومتغيرا ما كانش وجهها بعد كده مغيرا خلاص خدت الكلمة دي من فم الرأ رب رأسا هذه الشخصية المرة النفس عارفين عارفين ان بعد كده على طول الرب اديها سموئيل وهو 3-4 سنين وديته الهيكل وتربه في الهيكل وقدمت لنا سموئيل النبي الكاهن العظيم والقاضي في اسرائيل والنبي أيضا كاهن وقاضي ونبي وكان نذير الرب من طفولته مش بس كده دحنا الرب اديها بعد سموئيل 3 اولاد وبنتين اديها 5 يعني هي جابت 6 اولاد 3 اولاد غير سموئيل وبنتين جابت 5 وسموئيل السادس اكرمها لانها سكبت قلبها بامانة امام الله بصلي ان الرب ييجي على مشكلتك ومشكلتك ويحول نوحك لفرح وتقول له رب فعلا انا بنتظر برجاء وبفرح استجابتك لصلاتي ايها الاله الذي من تقتني فرحا فرحين فرجاء صبرين في الضيق واضبين على الصلاة تصلي قدامه وتنتظره بايمان وتنتظره برجاء وتنتظره بسقة البنين لان من ذا الذي يقول والرب لم يأمر الرب مش بيمبسط او ان يسيب ابنه في مازلة لكن في وقت معين لازم يجاوب سؤالك بطريقة ما وبشكل معين هو شايفه افضل ممكن تكون تلبتك لا تمجده وهو شايف انها مش هتنفعك بكرة هتنفعك النهاردة بس بكرة هتأذيك ممكن هيستبدلها بحاجة تاني انفع ليك وافضل ليك واعظم ليك كتير اوي بصلي بقوله اشكرك على حاجات منعتها عني طلبتها بإلحاح وصممت عليها فترة لو كنت ادي تاني كتأذيتني جدا اشكرك على ما منعت يا ابي اشكرك لان ما منعته عني اعظم بكثير مما منعته لي كتش هستحمله تقول له لو كنت اديتني كذا وكذا ما كتش هستحمله كنت هتعب كنت هضيع ما اعظمك يا رب لما يمنع عنك حاجة ما تسعلش هو مجهز لك حاجة افضل وهيدهلك فوقتها وإلى أن يأتي هذا الحين افرح به افرح به وانتظره بثقة البنين ان الهك حي مش هيبخل عليك صدقني مش هيبخل عليك لأنه اله امانة لأنه اله رائع لأنه يعطي الجميع بسخاء ولا يعير الناس لو ادونا حاجة بيعيرونا بيها العمر كله وكل ما يشوفك فاكر ولو عملت غلط مش أنا اللي وقفت معك مش أنا اللي عملت معك كذا مش أنا اللي جبتلك كذا عيرونا كتير لكن أبوك السماوي يديك ويقولك خد 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 افرح وافرح بصنيعي معك وافرح بيدي الممدودة ليك بالخير والإحسان حبائي حننتقل للشخصية التالتة بسرعة شخصية يا وشفاط يا وشفاط كان ملك رائع ملك بيحب الرب جدا وكان ابن الملك آسة اللي كان بيخاف الله جدا وتربى في بيت كله مخافة فكان شخص طاقي جدا وشال كل السواري وكل الحاجات بتاعت أنبياء البعل وطهر الدنيا خالص في أيام الملك بتاعه اللي كانت بقية من ناس كانوا ما زالوا بيعبدوا البعليم فهو طهر الأرض في الوقت ده وبعت ناس لويين وكهنة يعلموا الشعب شريعة الإله فكانوا الناس بيمشوا يعلموا الشعب اللويين وكان إيه هي الشريعة واشرحوا لهم الكتب ويفهموهم إيه هو عبادة الله الحية ولو إني يا وشفاط عمل غلطة عارفين روعة الكتاب المؤدس إنه مش بيبين لنا الشخصيات اللي فيه وإنها بدون أخطاء وكاملة مليون في المية لأ بيجيب لنا الأخطاء بتاعتهم عشان يقول لنا ندول بشر بس أنا تعملت معهم وزي ما تعملت معهم هتعمل معكم وحتعامل مع أخطاءكم لأني مفيش حد كامل برغم أنه مؤمن وطقي ويخاف الله وعمل خدمة كبيرة في الشعب وعلم الشعب المخافة لكن عمل غلطة إيه هي الغلطة بقى كان عنده ابن هو كان في المملكة الجنوبية في يهوزة وكان أخاب وإيزابل في المملكة الشمالية إسرائيل ورح طلب بنت أخاب لابنه بنت أخاب اسمها عثاليا رح جوزها لابنه قال يلا بقى نصهر الملوك وإحنا يعني لما نيجي مثلا نخطب لابننا يعني مين؟ هاخد بنت وزير ماه ماينفعش أخد بنت مالك زيه طب سألت الرب طب سألت عن إيمانها طب شفت أبوها مؤمن ولا لأ ماها عارف ما عارف من دماغك عملت كده آه من دماغه وعمل كده ويجي أخاب كان هيحارب الأراميين ويسترد رمود جلعاد وقال له نحارب أجي حارب معاك وجيشي مع جيشك يلا باحنا نسايب وعلى وحده واختلط الحابل بالنابل أولاد الله مع الأشرار ليه يا ابني كده ليه ده الكتاب بيقول المعاشرات الردية اكتنبها لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين كان حيموت في الحرب دي اللي رحى مع أخير له لأن عناية الرب أنقذته بمعجزة ورجع للمملكة بتاعته بس فيه جيوش تلاتة جمع عليه ولأن هو مملكة بتاعته صغيرة قوي خاف وترعب وصرخ وتخط تلات جيوش جيين علينا إحنا وإحنا مملكة صغيرة قوي آه لازم يجي وقت كده يروح الرب شادد عشان نصرخ عشان يسمع صوتنا عارفين قلمة في أيام الرحبة والسعة في ناس بتبكي وتصرخ للرب لأجل الخطة لأجل عمل الله مش كتار فيه بس مش كتار لكن هات كده مشكلة تيجي وتزنق على حياتي آه يا رأ طب أنا زمان قدامك مش بتصلي ليه مش بتحكي معايا ليه مش بتقترب إليه ليه ليه ده أنا بقولك هلوم ما نتحاجج يقول الرب تعال نحكي مع بعض تعال نتكلم تعال تعلم مني تعال خليني أفهمك أمور كتيرة تعال خليني أستخدمك ما تجيش قدامي إلا لما أزنق عليك ودخلك في ديئة طب ليه بنعمل مع ربنا كده بس على فكرة فيه ناس قدسين بيحبوا يعودوا معاهم ويقولوا أشبع إذا استيقظت بشبهك ويبقوا فرحانين بالقعدة مع الرب صرخ يهوش فاط صرخ الشعب فأخباري الأيام الأول عشرين اتناشر قالوا له يا رب لسنا نعلم ماذا نفعل هنعمل إيه لكن نحوك أعيننا هنروح فين يا رب هنروح فين هنعمل إيه في اللي احنا فيه والناس اللي ممكن تيجي تفنينا وتضيعنا وتاخدنا عبيد ليهم بس رب فأمنتو بيحب الشعب قوي بيحب يهوش فاط بالرغم الخطأ اللي ارتكبوا بس هو ابنه غالي على قلبه قوي رح بعث له حد من اللويين اسمه يحزقيل اللوي أرسلوا الرب ليهوش فاط عشان يطمنوا وقال له كده في أخبار الأيام التانية عشرين سبعة عشر قفوا إثبتوا وانظروا خلاص الرب لا تخافوا ولا ترتعوا لأن الحرب ليست لكم بل الله خلاص يحزقيل جالوا قالوا اسمع قل للشعب لا تخافوا لا ترتعوا قفوا إثبتوا إثبتوا وانظروا خلاص الرب لأن الحرب اللي جاة دي مش بتاعتكم الله يحارب عنكم الله يدافع عنكم هيحارب عننا كده وإحنا صمتين آه هو قال كده بعد كده فرحو والخوف تبدد وعظموا الرب بتدوا يسبحوا وطلعوا للحرب بيسبحوا ويرنموا يهتفوا يهللوا الله ده الجيوش جاء عليكم الحرب ليست لنا هو هيتصرف هب التلت جيوش دول اتقلبوا على بعض ضربوا بعض فرتكوا بعض أفنوا بعض أفنوا بعض آه وهم بيتفرجوا يدافع عنكم وأنتم صمتون فعلا أخذوا نصره من غير ما يدخلوا حرب ده داخلين بيرنموا واخذوا كل الأمتعة بتاعتهم فوادي بركة وعظموا الرب وفرحوا فرحين في الرجاء لكن بسرعة هنتقل للشخصية الرابعة مريام القديسة العثراء المطوبة اللي قال لها سمعان الشيخ وأنت يجوز في نفسك سيف سيف لما رأى الصبي يسوع وهم داخلين الهيكل وكان الرب أعلن لي وقال له يا سمعان انت مش هتموت إلا لما تشوف مسيح الرب شوف مسيح الرب قالوا لما شاف الصبي عرف انه هو ده مسيح الرب شايله على قديه وقال له يا رب اطلق عبدك بسلام لأن عينايا قد رأت خلاصك خلاص أنا شفت مسيح الرب بس قال لي مريام الكلمة الصعبة دي وأنت يجوز في نفسك سيف 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 أنا أم المخلص ده عم نوئيل أنا قال لها وقد كان شافته في ألامه المرة شافته هو بيموت قدامها شافته هو بيتعذب شافت آلام الصليب كلها لابنها ضناها آه شافته كان بيقول لها يا امرأة كانش بيقول لها ماما لأنه هو ابن الله هو أتى منها بالجسد لكن في الواقع هو المسيح ابن الله الحي الظاهر في الجسد كان يقول لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعاتي بعد في عرص قانا الجليل وكان يقول من يسمع كلامي فهو أخي وأختي وأمي أنا كل أريب اللي بيسمعوا كلامي وعلى الصليب قال يحنى يا يحنى هو ذا أمك وقال لها يا امرأة هو ذا ابنك وأخذها يحنى إلى خصته للعيلة بتاعته عاشت معهم بس عارفين مريم اللي جاز في نفسها سيف ساعة الصليب كتوقفة عند الصعود شافته لما قام وعرفت أنه هو المسيح المنتظر فرحت بقيمته وشافته هو صاعد للسماء والملكين بيقولوا لهم يسوع اللي صاعد ده الذي رأيتموه صاعدا سيأتي ثانية كما رأيتموه منطلقا إلى السماء شافته ورجعت مع التلاميذ بفرح عظيم بعد السيف اللي جاز في نفسها آه ويقول في سفر الأعمال أصحاح واحد عدد 14 بعد هذا أي بعد صعود المسيح رجعوا من جبل الزيتون كلهم هي والتلاميذ والمريمات كلهم وكان يوظبون بنفسه واحدة على الصلاة لأن رب ألم أمكثوا في أورشاليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي وكان يوظبون على الصلاة بنفس واحدة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته فرحات صابرين في الضيق فرحين في الرجاء موظبين على الصلاة يوسف آه يوسف في الحديد دخلت نفسه لكن الرب أخرجه إلى رحب الله حصر فيه حنة رب فرح قلبها مش بس داها سموئيل نذير الرب لكن دا خمسة تنين بعد المرارة اللي كانت فيها ياهو شفاط الرب أنقذوا في الحرب لأن الحرب ما كانتش ليهم كانت للرب حارب عنهم وهم كانوا صامتون ومريم العذراء بعدما اكتاز في نفسها سيف ورأت مرارة الصلب فرحت بقيامة المخلص الذي صعد أمامها إلى السموات حبقنا ربي دينا نعمة إن احنا نفرح في الرجاء ونصبر في الضيق ونكون واضبين على الصلاة خلونا نتعفو وصلنا رجعنا نكمل معكم ربي معاك أنا ما بخافشي ماسك إيديها وانا بمشي وفي كل ظروفي ما نستشي دعنيك صار أنا ما تنعشي ربي معاك ربي معاك ربي معاك أنا ما بخافشي كهك تسائر وقتاني ويريحني في حزاني وكهك تسائر وقتاني ويريحني في حزاني إيديك الحلوى ستراني ما وعيدك ربي رفعني حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك أنا ما بخافشي حبيبي معاك أنا ما بخافشي ماسك إيديها وانا بمشي وفي كل ظروفي ما نستشي دعنيك صار أنا ما تنعشي حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك أنا ما بخافشي موسيقى حبيبي معاك حبيبي معاك أنا ما بخافشي حبيبي معاك أنا ما بخافشي ماسك إيديها وانا بمشي وفي كل ظروفي ما نستشي دعنيك صار أنا ما تنعشي حبيبي معاك حبيبي معاك حبيبي معاك أنا ما بخافشي موسيقى أهلا وسهلا بيكم عزنا ومشاهدين واتلباط الصلاة والاستجابات النهاردة على قلبي أو نصلي لأولادنا الشباب جاني كذا تليفون النهاردة لأجل الصلاة لأولادنا الشباب ناس كتير من تزرى الرب فأولادها ناس كتير من تزرى الرب فأولادها عايزين نصلي أن فعلا الشيطان ما يحاربناش في الأولاد في اسم يسوع عندنا تلبط صلاة مش كتير النهاردة وثلاث استجابات شابة عمرها 18 سنة بتشاهد أفلام عن الشياطين وقد تعرضت لأرواح نجسة هجمتها والأم تعاني من هذا الروح النجس في ابنتها وتطلب صلاة لتحريرها أمين صلاة لأجل الطفلة دانيلا جاءها كانسر في الدم وفي العظم وهي طفلة وحيدة والأهل أطقياء جدا وفي صدمة شديدة صلاة لشابة ارتكبت الخطيئة مع شاب وهي حامل والأسرة متألمة جدا وحزينة وسوف تطرد من بيت أبيها وتحتاج لخلاص المسيح شابة متزوجة وعندها طفلين والزوج مصمم أنه يأخذها إلى مصر هي وأطفالها حتى تبقى هناك بمفردها لكنها هي تنتظر الرب أن يأتي ويخلص زوجها من هذا الأمر صلاة لطفلة 15 سنة لكن تفكيرها زي طفلة 3 سنوات وهي تعبانة جدا ومش بتنام ومش عارفة تعبر عما في داخلها وعندها روح خوف شديدة مع وقى بتفكر زي طفلة 3 سنين وهي 15 الأخت نبيلة عملت جراحة قلب مفتوح وتنتظر الرب لإتمام شفاءها لأن عمرها 73 سنة سيدة في مصر عندها ورن في المخ فمع أنه حميد إلا أنها تعاني من صدع شديد جدا وعندها حفل زفاف ابنتها قريبا تحتاج للمسة الرب الشافية في أسرة في مدينة ملوي أسرة مسيحية أرسل لهم الإرهابيين تهديدات بخطف أولادهم أو دفع فدية لأنهم مسيحيين الاستجابات اتصلت كنت بسأل على وحدة كنت بسأل عليها فلما طلبت أتاري أنا بطلب على السلفون بتاع الجزء أنا مش واغذة بالي فرد هو فبقول له أنا أسفة أنا كنت عايزة أتلو المدام وكده قال لي لأ ده أنت ربنا خلاك تتصل بيا فبقول له ليه خير قال لي أنا واقع في مشكلة كبيرة قوي أنا صيدلي والأجزخانة بتاعتي دي في مكان يعني في مكان كبير في بيت مسنين كبير قوي وأنا ضع مني 2500 قرص مخدر اختفهم لأجزخانة وأنا مرعوب جدا لأني لو جاني تفتيش دي مشكلة كبيرة جدا أنا مش قدها ممكن لأجزخانة تتقفل فيها فأنا مش محتار وبدور شمال يمين وقالي بالدنيا مش لاقي ولا حاجة بدور في الفواتير مش لاقي ولا حاجة راحوا فيني 2500 قرص دي مشكلة كبيرة قلت له تعالى نصلي وحسيت بالروح كده إحساس قلت له بص أنت بكرة الصبح إن شاء الله هتكلمني وحتقول لي أنا لقيت الأقراص دي قال لي كده قلت له آه قال لي أمين صلينا مع بعض وأفاجأ أنه تكلم تاني يوم قال لي أخت سلوى أشكر رب مع أني كنت أقلبت الدنيا ودورت في كل الورق والفواتير لكن لقيت الأقراص مش عارف إزاي قلت له هو ذا الإيمان هو ذا الإيمان أشكر رب أخت كان ليها 12 سنة بدون أطفال اتصلت وسلينا مع بعض رب أكرمها بتفلة جميلة دلوقتي عمرها 9 شهور كلمتني قالت لي إحنا صلينا مع بعض رب أكرمني والبي بقت سنها 9 شهور جات لي أنا استجابة النهاردة واحدة بتقول كانت بتطلب صلاة ليها سنة مش مش شغل كنت طلبت صلاة لأجل شغل لأني كنت بدون عمل لمدة سنة لكن الرب استجاب وجدت عمل رائع بالمواصفات التي طلبتها تماما بالمواصفات كلها مجدن لرب رب صالح جدا يفعل معنا أمور فوق خيالنا لأنه إله رائع بيستجيب الصلاة بس عايز مننا شوات إيمان أمين يا رب يدينا إيمان هنصلي لأجل بلادنا العربية الحبيبة و هنصلي لأجل قناة الكرمة و هنصلي لأجلكم أحبئنا مشاهدين بشكرك و ببركك يا رب بعظمك من كل القلب لأنك إله فوق حد التصور قال لك المرنم أنت أقوى أنت أعظم أنت حي أنت تقدر أنت صخرة أنت ملجأ أنت فوق حد التصور أنت فوق ما يخيالنا يتصور إله رائع إله عظيم خلينا نعرف إيمتنا فيك إحنا أولادك الغالين على قلبك بنيجي قدامك يا رب لأجل كل حبيبنا اللي طلبين صلاة والأجل حبيبنا اللي على الشاشات يا رب بيكسفوا يطلبوا واللي منحنيين واللي ركعين قدامك دلوقتي واللي رفعين إيديهم ليك واللي بيترجوا وجهك يا رب تعالى على الجميع تعالى على الجميع احسن إلى الجميع اشف المرضى تعالى عزي حزانة تعالى اخرج من الحديد أنفسهم تعالى على المتضايقين أعطيهم محبة الله وصبر المسيح يديهم يكونوا صبرين في الضيق يديهم يكونوا فرحين في الرجاء يديهم يكونوا مواظبين على الصلاة تعالى على كل أرواح ناجسة في اسم الرب يسوع بنبطل مفعولها في اسم المسيح يا رب كل أرواح السحر كل أرواح ناجسة كل ناس فعلا متعذبة يا رب من أعمال إبليس تعالى عليهم بخلاص المسيح وسكن الروح القدس في داخلهم فيتحررون ويبركونك ويعظمونك ويفرحون بالإيمان معنا يا أبانا اذكر كل تلبط الصلاة التي قدمت أمامك احسن إلى عبيدك في رضاك احسن إلى عبيدك في رضاك عظم اسمك القدوس مع كل واحد يا رب لكي يستعلن اسمك في المسكونة كلها بنصلي الأجل بلادنا الحبيبة بنصلي الأجل بلادنا العربية مر عليها واحدة واحدة بلد بلد افتقد سلامة شعبك افتقد سلامة يا رب أولادك الغليين على قلبك تعالى رش الدم على العتب العليا والقائمتين في بيوت أولادك كما فعلت مع الشعب في القديم في اسم الرب يا سوعة حماية دمك الكريم على شعبك وأولادك يا رب انقذ من الحبس أنفسهم وتعال عليهم برحب لا حصر فيه يا ابن الله الحي بنصلي الأجل شبابنا بنصلي الأجل أولادنا أولادنا اللي على مخدرات أولادنا يا رب اللي بيدخنوا أولادنا اللي بيشربوا شيشة أولادنا يا رب اللي فعلا بيسرقوا واللي بيتصرفوا تصرفات فيه منتهى الغباوة تعالى عليهم بخلاص المسيح تعالى وحررهم الأهالي اللي بيصلوا لك لأجل أولادهم اللي بيعدوا عنك تماما الأولاد الذين ألحدوا ولا يؤمنون بوجود الله تعال ورد نفوس الأولاد لأبائهم ولشخصك يا رب الولاد دي لما هترجع ليك هيرجعوا لأبائهم قدسين يا رب احنا بنطلبك فعلا وبنقولك كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة دول سهام مبرية بيدك تستخدمها وتباركها يا رب هذه السهام المبرية لتضعها في قلب العدو وتستخدم الشباب كله يا رب المجد اسمك وخصوصا شباب أولادك الذين يرفعونه أمامهم أمامك يا رب صلاتهم يا رب الأباء والأمهات الذين يصلوا لأولادهم بركة خاصة لقناة الكرم إحسان إلهي ليها حامي عنها حارب عنها غطيها بدمك الكريم سدد كل احتياجتها في اسم ربنا يسوع نشكرك لأنك سمعت واستجبت لك الكرامة ولك كل الحمد آمين آمين مجدا لرب هاللويا فرحين في الرجاء صبرين في الضيق موظفين على الصلاة صلي كتير عشان تاخد فرح وعشان رب يديك صبر شكرا لكم أحبنا مشاهدين لأجل متابعاتكم معنا نلتقي بكم في حلقة أخرى إن أحيانا الرب لكم ملء البركة والنعمة والرب معكم ربي معاك أنا ما بخافشي ماسك إيديها وأنا بمشي وفي كل ظروفي ما نسدشي دعنيك صهرة وأنا ما تنعشي ربي معاك ربي معاك ربي معاك أنا ما بخافشي